اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اغلبنا يعرف الحكمة القائلة الوقت من ذهب وكذلك الوقت كالسيف اللم تقطعه قطعك بيتر دراكر احد اهم رواد الادارة في العالم يقول قبل ان تتمكن من ادارة حياتك لابد ان تتمكن من ادارة اوقاتك عندنا في الجزائر اغلب الجزائريين اللم نقول كلهم يقولك معناش الوقت ومرناش قادينا خاصة في شهر رمضان بالذات تنقل بالآية ويعكس البرنامج الليل يصبح نهار والنهار يصبح ليل علاقة شهر رمضان المبارك بادارة الوقت موضوع حلقتنا لنهار اليوم الذي نلاقشه بحضرة الدكتور رائد ناجي كالعادة مرحبا بيك دكتور مرحبا بيكم والسلام عليكم وطابط أوقاتكم إن شاء الله أمين يا رب العالمين موضوع مهم جدا إدارة وقت في رمضان جدا جدا ومهم جدا في كل نواحي الحياة إدارة الوقت مهمة جدا في كل نواحي الحياة ولكن في رمضان رمضان تتجلى أكثر تتجلى أكثر نعم كالعادة دكتور قبل منغوص أكثر في الموضوع ونشر حيتيات وتفاصيله الزميلة فاطمة الزهراء مراح وصبر الأراء شكرا إذن مشاهدين الكرام فاطمة الزهراء مراح وإدارة الوقت مع المواطن أهلا بكم مشاهدين الكرام زميلة نوها رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير موضوعنا اليوم رح يكون حول إدارة الوقت في شهر رمضان وكيفاش يساعدنا هذا الشهر الفضيل في التحكم في أوقاتنا تابعوا معنا قل يخويا كيفاش تنظم وقتك في رمضان أسكت نوت بكري ولا لالا شي عادي واحد شغل روتين على حساب الخدمة إذا قموا في تخدم نوت بكري إذا عندك الخدمة في رمضان تصدم عادي بحل ملكاش مشكل وتشوف أنه الوقت في رمضان يعني جوز نفس الوقت كما في الأيام العادية رمضان عندك شغلة بنا خاصة بسحادة ماشي بحل الإنسان اللي خدام بيق ديسواح وينوض عادي علاجة صوارح بحل موشف صوارحك شخصيين شمساعة تنوض في رمضان نوض عدد السيزق يعني تنوض مع صباح مع صباح آي وقل لي سيدي أنت تشوف أنه رمضاني ساعدك باش تحكم في أوقاتك وتسقم نهارك بيسر نسقم نهاري نسقم أوقاتي ديننا صلاتنا ومبركو علي رمضان تعنا إن شاء الله وبسحول هنا تعنا في بلدنا إن شاء الله نجم من نوضو يخدموا وصلت رمضان عبادة وخدمة وكلش وإن شاء الله برطي يقب تسحول هنا إن شاء الله ساعة نوض في رمضان مضعت تسعة نور ما أحقاب تدير نوض مختب تشوف أنه رمضاني ساعدة قبل ش تحكم في وقتك وتسقم نهارك ساعدة لي ما نتحكم في وقتك يعني سمش مستوى عالي ها ها ما نرقد واش تقول لهم هادوك لي أن يرقد ما نجوز لهم ش رمضان حسن مكديم نهارك ما نصن مش خالي مضيها كله قولي وش مساعة نوض في رمضان ثلاثة ثلاثة وعلي ش كتير أحكي لي على البرنامج في رمضان، كيف يكون لديك البرنامج في رمضان؟ نوصل إلى الأشياء ثلاثة، نوض، نروح ندور شوية، ما نقضي، نأدن ولا يدى ومن بعد؟ من بعد ريحتة إذن المغرب ومن بعد؟ هذا ما كان، نفطر مننا ونخرج عن صحابين عني صهر وكيف تجوز وقتك؟ أنا نوض جوية الزوج هقدك، تشيفوا كما هو؟ تشوش أنه رمضان مليح في باش الواحد ينظم وقته؟ الأجداد الصلاة هي لازم، لديك موضوع المغرب ديرك، لديك البارة البارة قولي لي، وشما الساعة نوضي في رمضان؟ كين بزف زما في الظلم يبغشين وضوه بكريو كامل، بصح كما نم بخيس كاكدك كيولي لحد يعيش، نارف كاكدك والوقت ديالك منظم في رمضان؟ نحكموا ريتم بعد كيفوت رمضان نعيو باش نعيدون تشوفيش أنه نقدروا نحكموا هدى كريتمت عرمضان حتى بعد رمضان؟ أوه، أم فوسيل تشوفي أنه رمضان هو فرصة يعني جديدة باش الواحد ينظم وقته؟ أكيد، سوخته مع صلاة الفجر كامل كيليم هي قدروا الشي والفوية يا، وشما الساعة نوض في رمضان؟ من نوض شختي، قال لك نوموا الكافر عيبادة مشي كافرين حنا، يسمى نوضو نضاربوا صباحا ما تقدرش تنظم وقتك في رمضان؟ ما نقدر شختي، ما ندوكم فهمك شو، أنا ما نتكيفش أنا ندير شمه، سمى نشم يحكمني واحد العرق هنا في راسي، يبدأ يسينيالي يبدأ يسينيالي العرق هذك، نبدأ نشبك في الناس ما نرقود خير؟ جامي شفيت الرمضان أنا، مش فاغر كيعدن ومن ده فلاش يساعد على آدم بواحد العشر مقايق، إما بيكوت فيها، تنوضي واحد الكافر أنا نضبكري في رمضان، أختي ما نرقود شقا ويعني تنظم وقتك في رمضان؟ فله، إنه يساعدني بزى فرمضان، لا يساعدني كثيرا شوف أنه رمضان فرصة جديدة للإدارة الوقت؟ فرصة جديدة للتوبةعة، وإدارة الوقتة لقدرت أكثر شوف أنه رمضان فرصة جديدة لأدارة الوقت؟ فرصة جديدة؟ لإدارة الوقت وليس يساعد إن نظم الوقت لا تبقى przedلا إذن زميل تنوها مشاهدنا الكرام ما كانت هذه معظم أراء المواطنين الجزيريين حول إدارة الوقت رمضان حقا هو فرصة باش نظمر واحدة ونظم وقتنا أنا ما أبقى علي إلا أقولكم سوف أفطركم إلى أن نلتقي في أعداد أخرى ومواضيع جديدة سلام كل شكر يا زميلة فاطمة الزهراء مراحة على هذا التقرير دكتور كما شاهدنا في صور الأراء نجد أن المواطنين اختلفوا كان يقول لك أنه عادي يمشي بروغرامه في رمضان كما العادة كان لبعض الشباب يقول لك أنا من صحور الفطور ما نوضش نهائيا كان لنوضعه بثلاثة تلاشية عزوج وكذا في اختلاف إدارة الوقت في شهر رمضان المبارك لماذا في رمضان بالذات ينقلب كل شيء رأسا على عقب وهذا الاختلاف يعني وبداية لو بدنا نعرف الوقت الوقت هو فترة زمانية يعني هي ومدة زمانية لعمل شيء معين حتى عمرنا عبارة عن زمن عمرك عمر المشاهد عمر البشر كامل كل شيء له مدة زمانية أو عمر زمني معين هذا هو الوقت لأنها الثانية والدقيقة هي عمر الشخص ولهذا قال أحد الصالحين إنما أنت أيام فإن ذهبها يوم ذهب بعضك فبالتالي من هنا جاءت لأن هذا موضوع الوقت هو رغم أنه متساوي للجميع لكنه نوعا ما مطاط بتعريفه للآخرين يعني كل إنسان ينظر له من زاويته فتعريف الوقت بالنسبة لي مش كما أنت ليك مش كما آخر يعني كل إنسان حسب زاويته حسب عمله حسب ظروف حياته يختلف له الوقت يعني ربما الوقت بالنسبة لك إنجاز مثلا برنامج ربما لغيرك أنه لأ يعني سائق السيارة ربما أني أصل من وجهتي مثلا من العاصمة إلى النابة وإلى وهرانة وإلى أي مكان آخر لكن الوقت نفسه نفسه نعم ونفسه ونفسه هذا من خصائص الوقت الممكن أن نشيره لها لكن يعني تكلم لك أنه الوقت مختلف في نظرته من آخر لآخر من شخص لآخر يعني مختلف تماما وحسب نظرته وحتى تنظيم الوقت من آخر لآخر يختلف ولهذا كثير أنه جاءت أنواع للوقت فمنهم يقول لك أنه فيه وقت رسمي الوقت العامل ووقت الدراسة بطال أنت مقيد بقوانين ولواح ونظم وبالتالي أنت ما تقدرش تتجاوزها فأنت ملزم بها فيه يقول لك أنه الوقت العائلي أنه عندك وقت معين للعائلة فبالتالي أنه هذا الوقت إذا اختل اختل على أمور ثانية هذه يعني أنواع الوقت أنواع الوقت أنا شكت لك أنه نحن بس باب التوضيح أنه عليش الوقت المختلف نعم في ناس عنده وقت الحر اللي هو ما بعد الدوام مثلا أو بعد الخدمة أو بعد الدراسة يعمل فيه خطة معينة ربما ولا للترفيه نعم فالوقت الحر هذا هنا ممكن يعني لو يكون مرتبط بعمل والمرتبط بدراسة ربما عنده جزء من وقته منظم بالسيف عليه يعني بيقوله منظم عنده لكن الوقت الحر هنا يصير فيه المشكل من الوقت الحر والوقت العائلي والوقت اللي خارج مثلا أطر الرسمية هنا يصبح فيه خلال كبير لدى الناس فممكن يغلب جزء على جزء وهذا دائما ينقلب إلى سيئ وهنا هنا اختلاف بين الناس وهنا اختلاف في الوقت الحر فبالتالي يختلف لكن اللي عنده دوام داوم يعني ما فيهاش اللي يقرأ في الجامعة مثلا عنده دروس يختلف ولهذا الوقت قلت لك هو يختلف من واحد لواحد ومعنى إدارة الوقت كمصطلح كمصطلح يعني كتنمية البشرية حتى في علم الإدارة ليس كتنمية البشرية فقط إنه الإدارة ما هي هي استخدام الأمثل للموارد الإدارة بشكل عام يالاستخدام الأمثل موارد ترشيد هذه الموارد ضمن الإمكانيات المتاحة وإحنا الموارد تعنا هو الوقت هنا أنا الوقت إنه كيفاش نديره الوقت أو نوزعه هذا الوقت على عمل شيء معين بمعنى آخر أنت عندك مهمة إدارية معينة قداش لازمني باش نخدمها في ضمن الوقت المعين أحيانا إنه في بعضها يكون عندها لابد لها من وقت معين مثلا قال 24 ساعة وفي بعض الأمور لا هي مرتبطة بك أنت شخصيا على قدرتك على الإنجاز بسرعة ومن هنا جاء مسترح إدارة الوقت ربما مع الإدارة الحديثة نظرا لظهور الإنتاج وظروف العمل في العالم وعنده علاقة كبيرة إدارة الوقت في بعض التعريفات يقولك هو عنده علاقة بالكفاءة والفعالية الفعالية هو أنك تعمل الشيء والأمر في وقت في تصيب الهدف يعني والفعالية أنك تقوم به في وقته كل شيء له عمر له وقت وابتداء معين هذا من صفات الوقت صفات الوقت له ابتداء معين له وقت معين ولهذا أن الصلاة كانت كتابا موقوطة لما تخرجها من وقتها تؤثم ولماذا تؤثم؟ أن كل شيء له وقت وله مقدار معين هنا الفعالية هنا الفعالية الإدارة في الإسلام أو في القرآن الكريمة وحتى السنبوية سبقت الإدارة الحديثة وهذا كلام أنه خير الأعمال في حديث رسول السلام خير الأعمال أدومها وخيرها الحفاظ على الصلاة في وقتها مثلا في كثير أحاديث من السنة كهذا الكلام لماذا؟ أنه الفعالية أن تتجلى أن نأخذ الوقت التاعي نقسمه على العمل التاعي ونحاول أن ننجز أكبر قدر ممكن من العمل طبعا ليس فقط هذا الكلام أن نتكلمه على الإدارة في شركة أو في مؤسسة عمومية أو خاصة لا حتى في حياتنا الشخصية الإنسان الذي ينظم أموره حياته سيكسب كثير من الراحة النفسية كثير من الوقت بالنسبة لي كذلك إدارة الوقت في القرآن في القرآن وفي السنة رسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أهمية الوقت في حياتنا في حديث اغتنم خمسة قبل خمس وذكر ثلاثة منها تتعلق بالوقت مثلا يقولك اغتنم شبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك نحن مثلا هنا في الجزائر لما تصقصي الأغلب يقولك أنا ما عنديش الوقت وما رانيش قاعد نهار كله هو مقلق على أساس أنه ما عندوش نهائينا الوقت وعلى أساس أنه يعمل باش يدير وقته لكن في الحقيقة لو تشوف وتركز تلقى أنه عنده الكثير من الوقت لماذا هذا الخلل وهذا التذبذب في تنظيمه وأنا أقول لك كلمة قبل ما نجاوبك هذا الجواب مهم أنه من خصائص الوقت أنه الوقت هو ثابت للجميع يعني 24 ساعة في اليوم هي 24 ساعة الساعة 60 دقيقة هي 60 دقيقة ليك الغيرك كيف كيف ما تتبدلش هذه النقطة النقطة الثانية في الوقت أنه الوقت أنت ما تقدرش تدخل قال والله نشري لي 200 دقيقة نحطها في بونك هذا ما تمشيش هذا ما تمشيش هذا من خصائص الوقت وهذه ربما أنت تجلى نعمة من نعم الله عز وجل علينا أنه أعطانا وقت متساوي ومهوش ولكن الوقت الدقيقة هي الدقيقة الثانية هي الثانية الساعة هي الساعة هذه من الأمور الجميلة أو هذه من نعم الله ولهذا أنا نبعد أبعد معاك ربي أقسم بالوقت ربي وش قال قال مخرقت الجنة والإنسان اللي يعبدون والتأليف في إطار عبادة ربي وجودهم وعمارة هذه الأرض أعطاهم مدة معينة أعطاهم وقت معين هي أعمارنا وعمر البشرية وعمر الكون يعني بالتحديد يعني ذا مننا بعده ولكن أعطانا أمر معين ليس فقط هو الرسول وربي أقسم فيه والعصر والفجر والفجر والضحى والليل إذا يخشى ونرد يعني كثير ما ذكر ربي وأقسم وربي لا يقسم إلا ذا كان شيء عظيم وبالتالي أقسم بقيمة الوقت هنا من باب باش يبيننا إدراك هذا الوقت فهذا نقطة باش يعني يفهم المشاهد يعني لماذا أنه خصائص الوقت حتى يفهم أنه كله متساوي الوقت هنا نرجع لسؤالك علش أنه يصير اختلافات الشخص بحد ذاته يعني كل واحد يختلف ظروفه عن الثاني ظروف مختلفة أنت ظرفك ليس كظرفي ظرفي ليس كظرف المشاهد يعني كل واحد على ظرفه الخاص اثنين البيئة لها دور كبير جدا يعني البيئة مثل مدينة الكبيرة ربما تستهلك وقت أكثر مثل قرية الصغيرة فالبيئة تلعب دور كبير جدا في تنظيم الوقت يعني معنى آخر الظروف البيئة أيضا التسويف يعني في بعض الناس يعني مؤجل هيك عنده عشق في التأجيل هنا ربما تحدثوا على مضيعات الوقت هنا العوائق التي تؤدي بنا إلى عدم إدارة وقتنا بالشكل الصحيح والسليم بالشكل الصحيح والسليم لأنه أنت سؤالك بيضون من هذا في هذا الموضوع يدرونه لماذا وهذا هو هو لماذا لأنه كثير منه يسوف الكثير من الناس أيضا أنه يصير بدون بوصلة تايح ماشي ورايح عشوائيا عشوائيا ما عمبلوش أقول لك أنا كما سمعنا في صبر نستيقض الصباح النوضة على الثلاثة على الربعة على الخمسة صاد يبقوا لحده كيفيش بعضهم يجيك مثلا يخرج الصباح تسألوا كين طبقوا في عرض الواقع تسألوا وراي ما عمبلوش قادر يجو الصاحب ماشي قادر يجو الصاحب يقولوا هني رايح مثلا مانيش 200 كيلو سطيف نروحه كيف يركب نورمال هذا بالتالي ما عندوش تنظيم وتايح يعني معناها عشوائي في حياتي عشوائي جدا وأيام وقاعد تتآكل تسرق منه وهو لا يدري تسرق وهو لا يدري وبالتالي إنه أحد الصالحي لما سؤل وش قال قال أنا اليوم اللي أني أنت ما تقومش فيه بعمل خير ما تقرق ورآن ما تزور واحد ما تحافظ على صلاتك ما تبني مجتمعك ما تحافظ موالوش قال أنت ما درتوالو معناها أنت وحتى قيل إنه بعض الصلف الصالح أو بعض التابعين ربما هذي يقول لأحد التابعين يقول لك أنا حصرت أقوام كان يحافظ كان يحافظ على الدقيقة وعلى وقته أكثر من حفاظه على الدرام يعني معنا آخر لكن درامو يطلقها ولكن يشح في قضية الوقت لأنه يعرف لهذا الوقت اللي يروح ما يوليش الدرام تقدر تخلفها ذكرتني هنا بقصة الإمام النووية رحمه الله هذا الإمام المعروف يقول لك أنه كان يحضر في اليوم 12 درس تصور يعني 12 درس من درس إلى درس وحتى لما سئله هو توفى 32 سنة وقل علم عظيم منها رياض الصالحين ومنها من كل الكتب حتى لما سئله وقيل له يا إمام لماذا لم تتزوج قال لهم لو تذكرت ولفعلت يعني من شدة تعلقوا بالعلم وتنظيموا وإدارتوا الوقت عمر بن عبد العزيز نفس الكلام لأنه كان يحرصون على وقتهم عارفين بليهذا الوقت ما تقدشت شريب دراهم ما هوش سلطان يعني المال يخلف الولد يخلف لكن الوقت لذاب عمرك ما يعدش فبالتالي أنه هذه المقولة أنت ذكرت المؤسس الإدارة أو بيتر دراكر ولكن حقيقة أنه الصلف الصالح أو حتى القرآن الكريم والسنة النبوية اهتمت اهتمام كبير جدا وهناك فيه تفصيل كامل وأدركوا معنى الوقت ولهذا أنه الأمم التي أدركت الوقت هي طلعت سبقت يعني سبقت الناس بكثير بكثير بقرون ولهذا أنه لما أدركت الصحابة في زمر صلى الله عليه وسلم لما أدركوا قيمة الوقت ومعنى الوقت ومعنى اليوم فهم فيه ظرف قصير جدا كانت الحضارة الإسلامية انتشهت في بقاء المعمورة بسرعة الوقت وهذا أيضا ممكن تبقوه في واقعنا شوف الدول مثلا الذي أهتمت لقيمة الوقت اليابان فقط يعني خرجت من الحرب العالمية عام الله 1945 تتفوق اليابان بسنوات والآن اليابان تتفوق ثلاثة دول عربية على العالم كله بثلاثمائة سنة وأربعمائة سنة ربما يعني حسب قياسات أو مئتين سنة فما فوق لماذا هو إدراك لقيمة الوقت لأنه لماذا قلت لك استغلال أمثل للأمثل لماذا من أول قلت لك أنا كل تعريف الوقت يختلف ربما لو رحت لليابان يختلف تعريف الوقت بالنسبة له نحن هنا في جزائر ربما لو رحت في بريطانيا يختلف الأمريكي يختلف كلهم ينظر بمنظاره وبمفهومه الشخصي وقيمة الوقت في حياته وقيمة الوقت في حياته مثلا في اليابان يقدس الوقت ولهذا أنه مقسم مقسم النوم يعني مثل ما قرأت في بعض الكتب ثمان ساعات ثمان ساعات ثمان ساعات يعني نوم عمل وما فيش كده مثلا في المواعيد احنا عنا عنا مشكلة كبيرة في الحفاظ على المواعيد مثلا نقولوا نتلقاوا على التسعة ممكن تسعة واربع ممكن تسعة ونص ممكن حتى تروح للعشرة يعني عنا مشكلة كبيرة في تنظيم الوقت في كما يقولوا أنه نكونوا كما يقول الفرنسي في الوقت وهذا راجع للتنظيم يعني احنا من أجل أنه نستخدم الوقت الأمثل لابد واش نحدده أوقاتنا وظروفنا معنا آخر لازم نخططه معنا أنا قبل ما نلحقوا للخطة الخطة الكاملة التي ربما تساعدنا على ذلك على إدارة الوقت بشكل جيد في شهر رمضان نكمل ونتحدث على مضيعات الوقت ونتحدث على كما قال أحد كبار الصالحين معروف الكرخي يقولك طول الأمل يمنع خير العمل طول الأمل ربما من مضيعات الوقت تسويف تسويف وكذلك أمر آخر أمر آخر اتباع الشهوات مثلا نحن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي مثلا تلقاه في شهر رمضان المبارك ولا في الأيام العادية يوم كامل هو مع الفيسبوك ما يفيقش معروحه حتى يلقى أنه ثلاثة أربع ساعات خمس ساعات مرت هذا الأمور اتباع الشهوة ولا اتباع مسلسل فيسبوك بلاي ستيشن ولا كل هذا الأمور قد تؤثر على عدد هي أثر هي تكنولوجيا تكنولوجيا أثرت فما بالك يعني الغرب اللي اخترحها أثرت عليه بشكل كبير ربما كانت أثيرة أقل لأنه في الوطن العربي ربما ولكن الآن لا الآن بدأت تتخذ جانب سلبي يعني لما تكلموا هنا عندنا التسويف يعني لو رجعنا إلى المضيئات وتستلسلنا في بعضها لما تكلموا على التسويف كثيرا أننا نحن ناس تروح له اليوم خلي غدوة تروح له على ورقة خلي غدوة ما عليش وش كاين كل عطلة فيها خير كل عطلة فيها خير ما هذه الأمثال اللي تقتلني أنا اللي يعني ما ما نقدش نفهمها يعني تثبيت كامل يعني سبحان الله تثبيت يعني فهذه نقطة طيب في نقطة ثانية الغفلة في ناس غافل يعني يعني هو مش فهم حياته أصلا وعليش عايش كيت سخصي يقول لك الله ما عمبالي لاش عايش يعني كثير من سمعوا وحنا في الشارع من بعض الناس ومبعض الشباب ما عمبالي وبالتالي هذه الغفلة تبعدوا بعدين كما ذكرت لك أنا قصة لما قلت لك واحد استهيف ومستهيف ولماذا؟ قضية أنه الصحبة الصالحة والصحبة السيئة فأنا ذو أنا اتبعت كما قلوه في المشرق وقال لك رافق المسعود تسعد ورافق المنحوز تنحس يعني كما يقولون فيما معناه هذا المثال رغم بساطة لكنه في عبرة أنه أنا الصديق إذا كان جيد مثلا رجل مهتم في حياته في عمله رح ينطبق علي بالتالي أنه رح نمشي معاه نقتدبي على الأقل إنسان صديق اللي تايه في حياته يتوهني مآقص دي جتايه يعني فاقد الشيء لا يؤطي أيضا من أشياء اللي تخلي الوقت ضيء عدم التنظيم يعني إنسان ما هوش منظم في حياته بتسأله والله ما عم بالي غدوة واش رح ندير تلقيه في الليل فلان واش رح تدير غدوة واش عندك من بالك بنات يعني في الشارع يعني يطلب تليفون قاله غدوة واش عندك والله ما عم بالي والله ما زال ما عم بالي بالك فلان يعيط لي بالك هذا عدم تنظيم دي الوقت بالتالي عدم تنظيم الوقت عدم تنظيم ظروفه وحياته هذا رح ينأكس أكيد ورح يضيع له أوقات كثيرة من حياته بعدين ضياء البوصلة أو الهدف تاعه يعني أنا لما أعرف أنا مثلا اليوم ده استيقظت بكير لماذا أذهب لماذا صحيح تبكري على ويش وين روح وين نجي وعليش وعليش لما ما يكونش عنده هدف قدري بقى راقد وعلى الجه هذا اللي اسمعنا نجمع قال لك أنا المغرب نموت وكان اللي نموت ساعة ثلاثة أو ساعة ربعة هذا هو السبب لعني ما ينبلوش وليش ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لك نعمتان مغبون وفيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني خاصة لما يكون شاب وكامل صحته وعنده فراغ بالعكس هنا رو عنده كنز ثمين جدا يستغلوا لبناء نفسه لبناء علاقاته لبناء مستقبله في الكثير من الأمور لكن يبقى أنه المشاهد الكريم مثلا لما يشاهدنا الآن يقول أنه كلامكم جميل وممتاز ومنطقي لكن في نفس الوقت يقول لك أنه أنا نحاول نظم أوقاتنا لكن ما عندنا خطة ربما محكمة لإدارة هذا الوقت خاصة في شهر رمضان المبارك مع الظروف والعوائق الموجودة لو تعطينا دكتور خطة ولا شبه خطة لإدارة وقتنا في شهر رمضان المبارك كي الخطة ممكن تبقى على شيء وتنجح ليس فقط في رمضان وغير رمضان يعني بما أننا في رمضان رمضان لها خصوصية أخرى لأنه قضية عبادة وتنظيم العبادة ربما يرتبط بتنظيم أوقات العبادة لاستخدام الفعال في الوقت نأخذ أكبر قدر ممكن من العبادة لأنه عارف أنه قد يأتي رمضان لعام وتتضاعف الحزنة فيه كنت تحت الطراب على الأقل تركت وراك جهد لكن حقيقة الأمر أنه الإدارة إدارة الوقت بالتحديد وتنظيمها هو يشمل كل مجالات الحياة يعني أنت أولا أول خطوة يجب أن تفعلها أول شيء أنت تنظر في أمورك وتحدد أهدافك أنا لازم ننظر في ظروفي ونحدد أهدافي اثنين هذا مهم جدا مثلا نعطي مثال من ضمن أموري في رمضان قال مفترض أنا والله أختم القرآن ثلاث مرات أو أربع مرات حسب حسب الاستطاعة مثلا هاي أول حدف القرآن ثلاث مرات طيب يروح على المرحلة الثانية تحديد تحديد نوع العبادة احنا حددناه أنه ختم القرآن طيب يروح على المرحلة الثالثة يشوف ظروفه وتقسيم وقته في اليوم مثلا إذا كان يعمل وقته يخرج من الخدمة مثلا إذا كان يدرس وقته يخرج من الدرس إذا عنده أطلع ونايم في داره مثلا ينظم وقته وظروفه ومستلزمات اليوم بش يوزع في جدول في جدوله بعد يروح يحسب قيمة الوقت قداش أنا محتاج مثلا نختم القرآن أو جزء من القرآن في اليوم أو ثلاث أجزاء بش هل نحتاج أنا مثلا ساعة ساعتين نحطها في جدول في جدول ثم يروح للتطبيق العملي يعني الموضوع مش صعب ويروح للتطبيق العملي يبدأ يجرب الآن في أثناء التجريب ممكن أنه يكون عنده الوقت أقل أو يزيد هنا بعد يضبط الخطة نهائيا هنا لازم يتحلها بالصبر اللي كنا تحدثنا عليه في الحلقة الماضية ضبط الخطة النهائية بعدين يتوكل العربي ويمشي لكن هذه إدارة الوقت تكلمنا عليها ممكن تكلمناها في جانب القرآن هي لكل نواحي الحياة هذا بالنسبة لشهر رمضان مبارك لو نعطي خطة للحياة عامة يعني لأيام العادية أيام العادية هي لكل شخص ظروفه ولكن بشكل عام في بعض النقاط يعني تلتقي عند الجميع أول شيء أنا لماذا أنظم وقتي يسأل نفسه هو المشاهد يسأل نفسه لماذا أنا أنظم وقتي هل إذا نظمت وقتي هذا السؤال مهم يسأل نفسه ويجاوب عليه بصراحة إذا أنا نظمت وقتي وش نستفيد يجاوب على هذا السؤال بعد مباشرة رح يحدد أهدافه ثالثا رح يحدد أعمال التي يجب أن يقوم أو المترتب عليها أو التي يجب أن يقوم بها خلال اليوم بغض النظر وش طبيعة الأعمال يعني كل يوم يكتب خطة هكذا؟ ما المانع هذه تكسب لوقت يعني تفكير دقائق يكسبوا ساعات بعدين إدارة الأولويات هذا مهم جدا بمعنى؟ بمعنى أني نبدأ بالأهم في الأهم في بعض الناس يضيع يومه كامل في أمور ما هيش ذات أهمية ويترك أهم شيء في الأخير ويقول لك والله اليوم كنت رح نخدم كذا نعمل كذا وكذا وكذا ربما عشر نقاط يعمل نقطة واحدة نقطة واحدة لأنه هنا ما نظمش الأولويات كان مفترض ينظم الأوليات أنا كان لازم ندير واحد اثنين ثلاث أربع يبدأ بالأولويات فالأدنى 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 وبعد حدد المسافات يعني بمعنى آخر أنا نسكن في منطقة نسكن في منطقة معينة كان مفترض نروح نخلص الماء أو القاز أو كذا أو كذا إذا في نفس المنطقة إذن هم في نفس الطريق تاعي يبدأ أقرب في الأقرب نعملهم في نفس الوقت يعني مش معقول أني أنا أروح مثلا لنفرض أنه واحد في دهل إبراهيم يروح على المحمدية مثلا عشان يرجع لدهل إبراهيم مرة ثانية لماذا يعني فهذا مهم جدا بعدها يحط دائما هذا مهم جدا يتوقع أنه دائما يكون عنده خليهم نقوله الجانب احتياطي من الوقت يعني زائد ناقصة كعزيادة ساعة ولا ناقصة أنه ممكن تكون حسب ظروف الطريق حسب ظروف ظروف الشخص ممكن يمرض ممكن يسغلو دائما نحط أسباب يجي الضيف على غفلة ممكن دائما نحط يعني خاصة أنه هنا فيه زدحام يعني نحط على أقل 20% أنه ممكن ما يكملش كل شي علاش من بعد ما يرجع لهش هذا روتور قلق وغضب وزعب ويتعب نفسه ونسمع الكلام اللي كنا نسمعه في بعض التعليقات يعني ربما في حصة سابقة سمعنا تعليقات على هذا الموضوع لكن هنا دكتور أنت تتحدث على إدارة الوقت ولما يتعلق الأمر بالشخص يعني هو يتحكم فيه أحيانا الأشخاص هم اللي ذاعوا لك وقتك مثلا لما يكون عندك موعد عمل مع شخص معين على ساعة معينة ويأخرك هو ساعتين هنا ما عندكش في يدك وش دير هنا ضبط الإدارة لا لا هذه في يده كيف يده لما تكلموا على الإدارات حتى الإدارات مثلا لو تكلمنا على رجل إداري يعني خلجنا رجل موظف أو إداري فعنده كثير من أمور التي تضيع أثناء اليوم يعني فيها دراسات علمية كثير جدا وهو لا ينتبه لها يعني من ضمنها التليفونات اللي كثير ما عندها حتى معنا صح كثير فيه تليفونات مثلا تجي يكون بكلمتين أو ثلاث لأن في بعض الناس مقرمة بالحديث على التليفون يعني تطول تطول وفي الأخير بدون فائدة بدون فائدة فالأخير تلاقي أنه الكلام كله يدور حول نقطة واحد نقطة اثنين إنه من ضمن الأشياء اللي تضيع في داخل الإدارة الآن كلمنا على الإدارة في داخل الإدارة وقد تكون في داخل الشخص يسوء الاتصالات أو بمعنى آخر عدم وجود اتصال فعال داخل كيف هي الاتصال فعال معناها أنه في تشويش ما يتوصلش المعلومة قد قد أو أنا ما نش قادر نوصل لك المعلومة طب هذا الكلام يضيع لك وقت معنا آخر لو توصل لرسالة معينة والسيد ما عرف ما يعمل هاش صح أو تقول له والله يروح يجيب لي غرض معين أو مثلا نلتقي في المكان المعين سوء التفاهم نعم إذا الرسالة ما وصلت صح رح تضيع كثير من الواقع نعم مثلا تخلي أنت أنت لك موعد مع شخص معين أو في موعد معين قال أنا نلتقي مثلا في دي دوش مراد الساعة الفلانية عندي القهوة الفلانية هو لم يفهم ذلك راح مثلا مش أعرف راح أنا المصطفى باشا فجاب أربع خمس ساعات مع الزحمة ساعة ونصف ويدور بشلقة القهوة فهذا مشكلة الاتصال حتى على مستوى الإدارات العمومية أو الخصية مثلا لما يكون الاتصال بين الزملاء سواء الأفقي أو العمودي أو القطري لما ما يكون مضبوط وصحيح وفي تشويش نفس الكلام راح تتعطل راح يضيع الكثير منها راح تتطلع نعم راح تتعطل مصطفى الإدارة ويضيع لك وقت اثنين تعود لشخصية أيضا المدير لو تكلمنا على الإدارات أو الشخص يعني تكلم على الإدارات أو الشخص تعود شخصيته هنا في بعض الناس يعني يحط الأمور في نصابها يعني حدد أمور أني أنا لازم أنجز واحد اثنين ثلاث أربع عذا اليوم فبالتالي أنه ممكن يعتذر بلا باقة ممكن يعني ما يخليش في بعض الناس حتى لا يؤثر على الآخر على الأقل في بعض الناس يعني يسلبوا يسلبوا الوقت عادي يعني ممكن يتكلم لك عن حياتكم بلي أنت أول مرة تشوفه في حياتك تقود هيك واقفة تستنى فيك يجي تكلم لك عن حياتكم يضيع لك ثلاث سابتة تستنى كل ما تمشي شدك فضم الناس لا يعني لازم أنت تضبط أمورك بلا باقة طبعا ما نقول لك أنه نقاطع الناس لا سواء في الإدارة تحدد أمورك وتكون واضح ضبط الأمور لأنه هذا الوقت أنه في كثير الناس مش تدركوا سبحان الله الوقت هذا تتخيل أنه في دراسة عملوها يقول لك أنه مثلا أنت ممكن تقضي أربع سنوات لما تنتظر الباص يعني من عمرك طوح مثلا أربع سنوات رايحة هكذا في انتظار مثلا يقول أنه مثلا مقلت لك حسب كل بلد يعني بس نحن نتكلم لك من باب تبيان أهمية الوقت حسب كل بلد وظروف كل بلد يعني الدراسة ماشي عنا ولكن ممكن أقول لك أنه الإنسان لما ينام لنفرض واحد عمره عاش 60 سنة عنده 20 سنة نوم نوم 20 سنة كلها راحت جثة كيف أقول قداش الأكل تاعها قداش يعني شوف أنت كم الوقت اللي قاعد يستنزف من عمرك وانت لا تدرك في النهاية الوقت في الدراسة اللي كنا نعملوا فيه كم يكون مثلا انت الخيل أنت واحد عمره 60 سنة تروح لـ 20 سنة نوم وعنده ثمان ساعات وقت الأكل شوف وقت أنه يروح مثلا عبادات شوف وقت لو قسمنا كل هذه الأمور فأنت يعني العمر يذهب منك بطريقة عجيبة غريبة جدا يعني كأنه سيل وقاعد يمشي وانت ما كش تفق له فهذا يجب أنه قبل ما ينظم وقته يبدأ يفكر في تنظيم الوقت اللي كنتكلمها والخطوات يفكر بهمية الوقت فعلا لو يمسك عمري أنا قدي عمري هذا مهم جدا مش حال عمري أنا 30 30 قديش راح منه طبعا أنا قاعد 6 سنين نومه ترفيه 3 سنين ولا 4 سنين من عمري باش قدرت نمشي وانتعط نتكلم زوش كلمات ولا لا 4 سنين راحت من عمره 3-4 سنين باش ولا يفهم باش كون هذا خيال وعمه باش يفهم الواقع صح صح ضيع 12 سنين في مدرسة ما نقولوش ضيع لكن هذه ظروف العمل ظروف الحياة إنه عنده 12 سنة من عمر راحت مدرسة إذا ضفنا لأ 4 سنوات وفي العمل العتب على الأوقات التي تضيعها هكذا بأن منصورة كثير جدا هذه الأمور يعني أنت تجد كثير ناس ممكن يقعد ساعتين ثلاثة أمام قهو لأمام كرة قدم أو غير ذلك أو في الطريق هكذا دون هدف وممكن نضيق دائما ماسك القوة والآن الكارثة الكبرى التي ألمت بنا هي مواقع التواصل الاجتماعي تلقى 5-6 ساعات على الفيسبوك عادي التكنولوجي أثرت علينا بشكلة مش للتواصل الاجتماعي يعني مثلا التلفاز الأفلام يعني فيه ناس يتفرش لهم 4-5 أفلام لا خاصة يعني مواقع التواصل الاجتماعي الآن مواقع التواصل الاجتماعي أخذت مننا الوقت الكبير جدا يعني بدأ يعني يعني لا يعني يجب أن تكون في عقلنا في استخدامها في عقلنا في عمل لما يفتح عيني صباح أول حاجة يعملها يفتح الفيسبوك نشوف تعليقات كثيرة نضحك يعني صور يعني علقوها نضحك يعني فعلا إنه في بعض الناس يعني إن شاء الله نتمنى نتخلص من مضيعة وقت دكتور وقتنا كذلك شارفة على النهاية نخرج وفاصل نعود ونرجع حتى نحافظ أكثر على الوقت إذن مشاهدنا الكرام فاصل قصير ثم نواصل أهلا بكم مجددا مشاهدنا الكرام إلى هذا العدد من برنامجكم فرصة جديدة وفرصتنا لنهر اليوم تتحدث عن شهر رمضان المبارك وإدارة الوقت دائما مع الدكتور رائد ناجي كالعادة دكتور طرحنا الموضوع على موقع التواصل اجتماعي فيسبوك لمن السبب ضياع الوقت إن شاء الله يكون ليستخدموا يستخدموا بإيجابية وبعقلنا أكثر يعني لقنا الكثير من التعليقات الحقيقة للموضوع القادة فعل كبير على فيسبوك أمل مثلا تقول لك برنامجي في رمضان كيف كل عام إن شاء الله الصلاة من الفجر إلى الظهر إلى غيرها قراءة ما تيسر من القرآن بعد كل صلاة الكوزينة شوية تليفيزيون وبعد الفطور الترويح الصهرة سحور قراءة القرآن قبل الفجر صلاة الفجر ثم أنام إلى غاية الحادي عشر صباحا لهم بلغنا رمضان فاقدين لمفقودين وفقد إن شاء الله هو برنامج يكون طيب ولكن هي في عنده تعميم تعميم برنامج عام يعني أوش خاص به التعميم ما ضيق الوقت أكثر فالتعميم نازم تعمل شي خاص به حكذا فاللصوص الوقت اللي يسرق الوقت تعميم بمعنى التعميم تعميم تتكلمشي والله أنا نقرأ قرآن في اليوم نصلي يعني دون تعميم يعني مفترض أنه البرنامج لما تضبط الوقت تضبطه بالساعة أو بالثانية أو بالدقيقة أو بالدقيقة أو متى ومتى 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 إبادة الله إغلاق التلفاز والجوال صحيح نقطتين هذه الضيع الكثير لا مش دائما هو إذا نظم وقته ووضع برنامجه سيلقى مجال لكل شيء ولهذا نفس الوقت فيه ناس أبدعوا وطلعوا وأثمروا وأثمروا وبعضهم أضع الوقت هباء منثورة رفيق بارسا يقول لك يضحك ثم يقول أنا والنظام ما نتلقوش نهائيا هذه مشكلته وبحاجة إعادة نظام معناها وبحاجة إلى أنه يشاهد هذا الحصة وينفذ الخطة اللي كنت تحدثت عليها في إدارة الوقت هذا معناه هو ضائع يعني أنا بدون ما أعرفه يعني شخصيته أو وضع أمامي وتكلمتي بهذا وقمت بوصف شخصيته ورجل تائه بدون بوصله فبالتالي معظم مقته نتمنى أنه يجد بوصلة حياته نتمنى أنه يدعوه بالتوفيق يدعوه بالتوفيق يدعوه بشكل إيجابي أكثر إلى هنا إذن ينتهي وقت برنامجنا لنهر اليوم دكتور كالعادة رسالة قصيرة مركزة للمشاهد الكريم وكالعادة ستكون شعرة إن شاء الله حول الوقت وإدارته في شهر رمضان إن شاء الله نحن تفضل دكتور سنستفيد من هذه الورقة تفضل سوف أمضي في طريقي رد عليه هذا لرقي وعلي ألمس النجمة بكفي أمططي أعلى ثرية وطموحي في ازدياد رغم ما شق علي كل صعب في زوال أنت ماسكت أخي لا تقول كيف وكيف لا تقول لي مستحيل أنت سلحت بعزم وبأهداف نبيلة ودعوت الله صدقة قبل أن تنضي السبيلة خطوة من بعد أخرى تبلغ المليون ميلة فانطلق للحلم هيا بثبات يا أخي انتبه فالوقت يجري اجتهد حتما ستلقى من يعش من غير حلم إنه قد مات حقا تائه في كل خطو جانب الصفر سيبقى إن في الحلم حيا إننا بالحلم نرقى فانطلق للحلم هيا بثبات يا أخي أتمنى أن نحسن إدارة أوقاتنا وننطلق نحو أحلامنا لتحقيقها ورمضان فرصة جديدة لإدارة هذا الوقت إذن مشاهدنا الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامجكم فرصة جديدة وموضوع ما لنهر اليوم تحدث عن كيفية إدارة الوقت في شهر رمضان المبارك تذكروا دائما أننا سنسأل عما فعلنا بأعمارنا وفيما أفنيناها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو فرصة للمذنبين وسعادة للتائبين عدق وفيه رحمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة